يَا أَلَّهُ 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كان الكلام في المقام الأول من البحث قلنا لأنه يوجد بحثان البحث الأول هل أن التقية كانت سببا لاختلاف الأحاديث أم لا المقام الثاني هل أن التقية هي من المرجحات عند التعارض أم لا وبتعبير جملة من النصوص موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب وموافقة العامة ومخالفة العامة من الواضح بأنه المقام الأول شيء والمقام الثاني شيء آخر وإن كان هناك بينهما ترابط أيضا ولذا كل من قال أن التقية سبب لاختلاف الأحاديث جعل مخالفة العامة من المرجحات ولذا نحن إذا صار وقت إن شاء الله نشير إلى بعض النكات أننا لماذا نميز بين المقامين بين المقام الأول والمقام الثاني أما المقام الأول لا إشكال ولا شبه أن هناك أسباب متعددة أدت إلى بروز التقية في رواياتهم وما لم نميز ذلك نتصور وقوع الاختلاف وأشرنا إلى بعض الموارد بالأمس كنا في السبب الأول في السبب الأول قلنا الخوف على السائل فيما يتعلق بالخوف على السائل قلنا هناك مجموعة من الأمثلة والموارد أشرنا إلى الموارد الأول أما الموارد الثاني الموارد الثاني وهو الخوف الشخصي على السائل السائل يأتي ويسأل السؤال والإمام يعرف ظروف السائل إما هو بيّن وإما الإمام بأي طريق كان واقف على ظروفه فيجيبه على ماذا يجيبه لا بحسب الحكم الذي هو الحكم الأولي وإنما يجيبه بنحو حتى لا يقع السائل في مهلكة لا يقع في حرج لا يقع في ضيق لا يقع في محاسبة فلو سألت الإمام والسائل ليست هذه ظروفه لأجاب شيئا آخر ولكن لأن هذه ظروف السائل فأجابه الإمام بذلك منها هذه الرواية الواردة في أصول الكافي طبعا لا يتبادر إلى هذه الأعزة رواية واحدة موجودة روايات متعددة لكن أنا أكتفي بمورد رواية واحدة الرواية واردة في أصول الكافي أعزائي أو في الكافي الفروع المجلد الثالث طبعة مؤسسة دار الحديث صفحة خمسمية وأربعة وأربعين رقم الحديث ثلاثة عشر ألف ثلاثمية وأربعة وسبعين بعبارة أخرى كتاب المواريث باب ميراث الولد الرواية السابعة الرواية قال أوصى الرواية قال أوصى الرواية عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال لي وقال من ذاك الذي ترك المال والابنة وقال لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله الصادق عن ذلك فقال أعطي الابنة النصر والعصبة النصر الآخر التفتولي قد توجد رواية من هذا القبيل بعد ما بها هذا الذيل ولكن هذا الذيل يوضح لنا إذن جملة من أحكامهم صدرت ماذا بهذا اللحاظ فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله بقول الصادق فقالوا اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر قال اتقاك أنا من قالوا اتقاك بالحكم إذن ماذا فعلت النصف الأول كنت قد أعطيت فأعطيته ماذا النصف الثاني أرجعته كما هو الحكم الشرعي في هذا ثم حججته فلقيت أبا عبدالله الصادق فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك أنا كنت أعلم بأنه إذا أقول بكلها أعطي للبنة قد تقع في مشقة منه من العصبة أو من العصبة إذن الإمام سلام الله عليه هنا لم يعطي الحكم عبروا عنه الأولي لأنه قد يقول لي سيدنا هذا الواقعي هذا مو واقعي هذا التعابير تعابيرنا ما موجوده في الروايات واقعي وغير واقعي الإمام قد يجد المصلحة أن يفتي في هذا مرة وقد يجد المصلحة ماذا في هذا الشخص مصلحته الواقعي أن يعطي نصل هذا ونصل ذا سعبروا عنه عنوان ثانو مو مشكلة هنا لا توجد لا قضية سياسية ولا قضية مرتبطة بالشيعة ولا قضية مرتبطة بالإمام أبدا أبدا مرتبطة ماذا بالشخص أعزائي لابد أن يلتفت أن الإمام عندما دا يعطي حكم في كثير من الموارد دا ينظر إلى ظروف الراوي أو لا ينظر لكن نحن ماذا فعلنا بحسب المنهج المتعارف أي شيء صدر من الإمام جردناه من ماذا من كل ما يحيط به من ظروفه وهذا هو المنهج الذي نحن لا نوافق عليه مرارا وتكرارا قلنا هذا من المورد الثاني أعزائي المورد الثالث وهو ما ورد في الوسائل أعزائي الجزء الحادي عشر صفحة مائتين وسبعة وخمسين الرواية عن يونس بن عبد الرحمن مائتين وسبعة وخمسين كتاب الحج الباب الخامس استحباب العدول عن إحرام الحج إلى عمرة التمتع الباب الخامس من أبواب أقسام الحج بحسب مؤسسة آلبيت أربعة عشر ألف وسبعمية وخمسة وثلاثين الرواية عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن زرارة وعن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن جميعا عن حسن بن عبد الله عن عن إلى آخره عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبد الله بن زرارة قال أبو عبد الله الصادق اقرأ مني على والدك السلام وقل إنما أعيبك الدفاعا مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى في من نحبه ونقربه إذن لا ينبغي أن ننظر إلى الذم دائما على أنه ماذا ذم يراد به ماذا الذم لا وبعض الذم يراد به ماذا المدح التفتول يا عزيزي وهذا أصل مهم في علم الرجال إذا أحنا بنينا على في كل مورد على أن الذم يراد به الذم وأن المدح يراد به المدح ونقع في تعارضات نقول أن الإمام في مكان مدحه في مكان ماذا ذمه فيقع التعارض كيف نحل التعارض مع أنه إذا بنينا على هذا الأصل لا قد يري يقول الذم ويريد المدح وقد يقول المدح ويريد ماذا ويريد الذم إذا لا تعارض مع الروايات المقابلة له إننا نحن نكون حديثنا أين حديثنا التضييق دائرة ماذا اختلاف الحديث وهذا من موارد تضييق دائرة اختلاف الحديث يعني عندما نأتي إلى زرارة الروايات كما تعلمون مختلفة فيه زرارة عشرات من الأصحاب اختلفت الرواية في ذمهم و مدحهم ورد في ذمهم شيء وفي مدحهم شيء ماذا نفعل الجواب ماكو تعارض لا تعارضه لأنه ما ورد في ذمهم يراد به المدح وما ورد في مدحهم قد يراد به ماذا الذم وهذا أيضا لابد أن يلتفت إليه هذا هو السبب الأول ولذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما جاء في تقرات بحثه المجلد السابع أعزائي صفحة ثمانية وثلاثين هذه عبارته وهي عبارة جامعة أنا بيود أن الأعزاء يلتفتوا إليها يقول تحت عنوان ملاحظة ظروف الراوي وقد ينشأ التعارض بين الحديثين نتيجة أن الإمام حينما قال أحدهما كان يلاحظ حالة حالة في السائل يتغير على أساسها الحكم الشرعي ويتأثر بها فأنت تجرد هذا الرواية عن ماذا عن ظروف السؤال والسائل والراوي وغير ذلك فتجعلها معارضة ماذا لرواية أخرى مع أنه لا تعارض لأن هذا الحكم الذي صدر صدر لهذه الظروف ولهذا السائل ولهذا الراوي وتلك الرواية صدرت ماذا لظروف أخرى ولسائل آخر بإمكان الإخوة أن يرجعوا إلىها هذا السبب الأول لوجود التقية في رواياته السبب الثاني التفتل يا عزائي هذا السبب الثاني هو يمهم أعزائي وتجدون له عشرات الموارد في النصوص الموجودة بعيدين السبب الثاني هو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام باعتباره لم يكن خلوا ذهنكم إلى هذه العبارات اللي أنا أقولها والله يعلم أتكلم في القضايا الفكرية والعقدية وأدوار مسؤوليات الأئمة لم يكونوا فقهاء بالمعنى التقليدي عند الذي عندنا الآن وهو أنه جالس في البيت ولا علاقة له بما يجري على وضع الشيعة في العالم في كل مناطق العالم لا لا أبدا أبدا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل أمور الشيعة كانوا يراعون وضع الشيعة فيوجهونهم حتى في أدق التفاصيل المرتبطة بحياته وخير شاهد على ما أقول أعزائي أنا بودي أن الأعزاء أعزائي يرجع إلى الروضة من الكافي في أول هذه الرسالة المعروفة في كتاب الروضة وهي رواية محمد بن يعقوب الكليني قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله الصادق وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله الصادق التفتوا جيدا قال التفتوا أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها قال وحدثني يعني ماذا هذه أحكام شرعية عامة لتوصيات عملية مرتبطة بحياتهم الاجتماعية والدينية أي منهما أمرهم أن ينظروا فيها يعني شنو يعني أنت في منطقتك ملانة هكذا الآن ضمن هذه الوصايا العامة انظروا ماذا يقول الإمام سلام الله عليه يقول دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة للتكبير بعد مفي الركوع الله أكبر السجود الله أبدا بعد لا ترفعوا أيديكم مرة واحدة ماذا لتكبيرة اللحمة قنوة لا تدرون بأن هذه القنوة موجود عدهم ولكن يدل التكبيرات قال ادعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتتح الصلاة يا ابن رسول الله لماذا قال فإن الناس قد شهرو بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله واقعا هذه مستحبات هذه بعد مستحبات لواجبات وإن كان قول قديم ضعيف أكو بالوجوب ولكنه عموم ماذا من المستحبات الإمام يتدخل وين تسوي المستحب وين ما تسوي المستحب يعني شنو يعني بعبارة أخرى في كل منطقة وخصوصا نحن نعيش نعيش في بلد الشيعة في بعض المناطق أقوية في بعض المناطق ضعفة في بعض المناطق أقلية في بعض المناطق أكثرية في بعض المناطق جالية في بعض المناطق أساسا لا يوجد إلا خمسة في منطق حي كامل لا يوجد إلا ماذا ما هي التوصيات عندهم من المسؤول عن تقديم التوصيات المؤسسة الدينية مسؤولة كما أن الإمام هنا مسؤول عن ماذا عن ذا ولذا أعزائي هذه العنوان السبب الثاني هو ماذا هو ضمن الخوف على ماذا الشيعة حفظ هذه الأتباع حفظ أتباع مدرسة أهل البيت ضمن هذه كثير من التوصيات وردت من الأم هل سألان تفتو جنابك تأتي إلى هذه الروايات تجردها عن الظروف التي صدرت فيها تقول أكو تعارض بين الرواية الواردة في الروضة وبين الرواية الواردة في الوسائل مع أنه يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض لا ذاك له عنوان وهذا له ماذا له عنوان آخر لا بد أن تقرأ ظروف مو أن تأخذ لمقطع من رواية وتجردها عن كل ظروفها الاجتماعية والسياسية والفكرية والعقائدية في مكان مولانا هذا تابع للمؤسسة الدينية أنت تقول يا با فلان مكان إحنا نريد نصلي نقول الشهادة الثالثة لهم نقول نعم أنت إذا في قم مولانا والله مو تقول الشهادة الثالثة وراها مفموعة الجملة خلي مولانا مو معنا مشكلة معك أنا أما أنت تعيش في بلد هو حي على خير العمل ماذا يفهم منك أنت مولانا جاي بالشهادة بالولاية والأئمة والزهراء بينك وبين الله يقول هذا ولا على ديننا لو خارجين من ديننا واللطيفة ما أنت ما عندكم أي دليل عليها إذا متو تقول له والله الشعار هذا سبابه إذا هذا الشعار مش إنه من أصول الدين من فروع الدين هذا من يعينه إفعل ولا تفعل الشخص هو لا يستطيع أن يشخص هذا المسؤول ماذا مو الفقيح من المسؤول يكون في علمك المسؤول ماذا المرجع وإلا في رجل يقعد في بيته فقيه يكتب فقه ما عندنا هذا مو مسؤول أصلا هذا مو مسؤول عن إدارة وضع الشيعة المسؤول ماذا عن إدارة وضع الشيعة المؤسسة الدينية المرجعية بالمعنى العام لها أن تعطي التوصيات هذا فعلوه الأئمة سلام الله عليهم في تراثهم ادخلوا إليهم من الأول إلى الآخر تجدون مئات الموارد بهذا الاتجاه فإن تجردها هذه من ظروفه وإن تصل تعارض 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 وفي الواقع يكون تعارض ولا يوجد تعارض لا يوجد تعارض ولذا نحن جعلنا هذا العامل أو السبب من أسباب تضييق دائرة التعارض بين الروايات السبب الثالث السبب الثالث أعزائي وهذا السبب مرتبط بمسألة أخرى وهي الخوف على أنفسهم من السلطات الحكم يعني الإمام يقول شيء وهو خائف على نفسه له مورد نعم له موارد كثيرة لأنهم كانوا يشخصون بأنه الآن هو مستعد للشهادة كما كلهم كانوا عليهم وكرامتنا من الله الشهادة ما في شيء ولكنه من قال بأنه كل وقت فيه حكمة ماذا حكمة الشهادة هذه أمامكم حركة الإمام الحسين المباركة أي النهضة التي حركت التاريخ وستحركها إلى قيام الساعة قام بها في أي وقت قام بها في زمن معاوية لو في زمن يزيد إذن من قال لكم بأنه الشهادة نعم كأصل كان تام الكل كل لأم سلام الله على المستعدون لذلك ما في مشكلة ولكن كل وقت ولأجل كل شيء لا 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 أبدا له حسابات دقيقة خاصة لأم سلام الله عليهم إنما كانوا يجدون أنه تلك الحسابات بعد لم تتوفر شرائطهم ما يدخلوا على خط الشهادة وعلماؤنا الكبار أيضا كذلك الشهيد الصدر قدس الله نفسه كان مستعد ولكنه وشخص ذاك الزمن بالخصوص أن يدخل ماذا على خط الشهادة إذن ليقوا لقائل سيدنا هؤلاء لماذا كانوا يخافون على أنفسهم هؤلاء كانوا يخافون على دين الله هؤلاء كانوا يخافون على حفظي كانوا يخافون أن ينقطع خط حفظ الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله ولذا تجدون الإمام أمير المؤمنين كل تلك التصرفات التي في بعض الأحيانة مواقعا نحن لا نستطيع أن نفهم الحكمة فيها بعدما وقع من ذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله لجملة من تصرفات جملة من مواقفة لا نستطيع أن نفهمها لماذا وقفها أليس هذا علي بن أبي طالب نعم هذا علي بن أبي طالب هذا علي بن أبي طالب ولكن الحكمة كانت تقتضي أن يستشهد أو الحكمة كانت تقتضي أن يبقى أن يبقى ولهذا الإمام سلام الله عليه قدم كل تلك المواقع إذن أعزائي وهذه هم يشخصون وصرحوا لنا بهذا أذكر موردا واحدا أعزائي وهو ما ورد في أصول الكافي صفحة عفوا يعني في الكافي مقصودا من أقول الكافي يعني مو بالضرورة الأصول يعني الفروع المجلد الثاني عشر صفحة ثمانية وتسعين كتاب الصيد باب الصيد البزاتي والسقوري وغير ذلك الرواية عن الحلبي قال أبو عبد الله الصادق روايتها من جملة منها صحيحة السند بسألة أننا مو بحثنا هذا قال أبو عبد الله الصادق كان أبي يعني الإمام الباقر يفتي وكان تلتفتون أنتوا هاي ظاهرة أن الكلام أن الأئمة عادة يعبرون ماذا يفتي قال أبو عبد الله الصادق كان أبي يفتي وكان يتقي يعني في بعض فتاواه ماذا يستعملوا التقية ونحن نخاف وكان يفتي ونحن نخاف في الصيد البزاتي والسقور هذه عبارة من نصير هالشكل مالي كان أبي يفتي وكان يتقي عفوا وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاتي والسقور يعني كنا نخاف مثلا هالشكل وأما الآن فلا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي هاي الرواية الرواية الثانية لعله أوضح قال أقرار لكم يا هاي الرواية الثانية في صفحة 102 سبعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام أبان بن تغلب كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن من قتل البازي والسقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل واضح صار إذن في زمن بني أمية أن الأئمة سلام الله عليهم كانت ماذا لهم بعض المواقف عندما انتقل الأمر إلى بني العباس والأيام الأولى من حكومة بني العباس الظروف ماذا اتحسنت في المقدار لا أقل قلت ضغط عليهم إلا إما ماذا فعلوا بيّنوا مواقفهم هسأ الآن أنت تعال جرد الرواية عن ظروفها في زمن الباقر وعن ظروفها في زمن الصادق ماذا يحصل عندهم تعرض تعرض الإمام مرة يقول كذا الآن هنا الإمام قيد لعله في مكانات أخرى ماذا لم يذكر القيد لسبب من الأسباب أو لأن الناقل لم ينقل لنا ماذا القيد إذن من قال لنا أن الأعزة هؤلاء كلامهم بمنزلة متكلم واحد لا عزيزي هذا أصل لم يقم عليه أي دليل من قال هذا الكلام فإن كلام الإمام الصادق في زمان كلام الباقر في زمان كلام السجاد في زمان كلام العسكري في زمان كلام الهدي بينك وبين الله الظروف المتوكل كظروف المأمون الظروف التي عاشها الأئمة في زمان المتوكل كالظروف التي عاشها الإمام الرضا في زمان المأمون ها أبدا ظرفان مختلفان ولكل ظرف ماذا ها مجموعة من المواقف مجموعة من الفتاوى مجموعة من الكلمات تنسجم ماذا مع ذلك وما لم نلتفت إلى ذلك أيضا ماذا أيضا نوقع التعارض فيما لا تعارض بينها فيما لا تعارض فيها لماذا لأنه نجرد الرواية عن الظروف التي صدرت فيها هسا سواء كان فقهيا كان عقديا كان اجتماعيا كان سلوكيا كان سياسيا ايا كان لا لا يفرد هذا هو السبب الثالث السبب الرابع السبب الرابع هذا السبب الرابع أعزائي أنا فقط وعنونا وإن شاء الله تعالى الأعزة يراجعونها الليلة إن شاء الله غدا نقف عليه تفصيلا التفتول يا عزائي في السبب الرابع لا كان هناك خوف على السائل ولا كان هناك خوف على الشيعة ولا كان هناك خوف على أنفسهم إذن لماذا لا يبينون الحقائق الجواب أن الأفق الفكري والثقافي والديني والسياسي انحرف إلى درجة أن الإمام لو كان يريد أن يقف أو يقول الحق لكان في قباله جبهته كل المسلمين مولان مباشرة يكون في زاوية ماذا ها وفي درجة ماذا حادة وفي منطقة شاذة يكون ماذا يسمع له أحد ولا يسمع له أحد حتى أقرب المطلب إلى أعزائه أنا الآن يقين عدي أن كل الأعزة الجالسين هنا وغير هؤلاء عند كثير من هذه الإشكالات اللي موجودة إما في المؤسسة الدينية أو غير المؤسسة الدينية صحيح له لا ولكن الجو الموجود من الشيعة الذين يقلدون الوضع الديني والمراجع يرون أن كل ما موجود هنا ما هو ها قولوا معي مقدس فإذا ذهب في الوسط الاجتماعي وأراد أن ينقذ بعد يسمع له أحد أو لا يسمع لا يسمع ماذا يفعل ما هو ماذا تقتضي الحكم أن يتكلم أو يسكت هذا مو يسكت لأنه وقبل هذا لا 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 وإنما أولا يريد أن يهيأ الأرضية لقبوله في الوسط الاجتماعي فإذا قبلوه ووثقوا به وأنه عند ذلك يبدأ معهم بالتدريج ماذا في بيان الحق نفس هذا السلوك قام به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لماذا أعزائي لماذا ابتلى أئمة أهل البيت واقعا المصيبة كانت على أئمة أهل البيت كبيرة جدا أعزائي لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله في أخريات حياته ورسالته المباركة يخشى أن يقول للناس أن علي هو الولي من بعده يخشى من ماذا يخشى من ماذا هذا الذي يخشونه ولا يخشون أحدا ماذا إلا الله لا خشيته أن المنافقين أن أعداء الرسالة يستفيدوا من هذا الموقف لضرب ماذا لضرب أصر الرسالة ولذا تجدون في ذيل قوله وهذا ما وقفنا عنده تفصيلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا جاء إليه هذا الخطاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا النص فيه ماذا فيه تهديد والله يعصمك من الناس أنت خايف من الناس أنا المسؤول أنت أدي مسؤوليتك والباقي عليه أليس كذلك ثم بعده انحرفت المسيرة وانحرفت مولانا إلى أن وصلت أن علي بن أبي طالب في سنة 35 من الهجرة يعني لم يتجاوز إلا ربع قرن على ذهاب رسول الله يعني الجيل الذي كان معاصرا لرسول الله بعده كان موجود ولكن علي بن أبي طالب استطاع أن يرفع صلاة التراويح هذه البدعة أو لم يستطع لماذا وين كانت الإشكالية علي بكل قوته وعظمته وقوله في الحق ولكنه وجد أنه سوف يصطدم ماذا ها مع هذا الأفق الفكري والديني ما لا يستطيع وبدأت الحق وبدأت الحق مو بس هذا وانظروا لماذا كانت تقول عائشة عن بعضهم هم اقرأوا أنه لم يجف ماذا وبدلتم سنة أليس كذلك هذه النصوص الآن استمروا بهذه الحالة استمروا ويأتي معاوية رأس البيت الأموي الذي كان بان على قطع جذور مدرسة أهل البيت بل مدرسة الإسلام رسالة الإسلام فالعمل الجبار ومو يوم يومين أعزائي مو يوم يومين من سنة عشرين من الهجرة إلى سنة ماذا مئة واثين وثلاثين يعني حدود قرن عشر سنوات مئة وعشر سنوات لأن معاوية كان حاكما على الشام قبله بعشرين عام وبعده ماذا بعشرين عام هذا الأمويين ماذا فعلوا بالإسلام أبقوا له شيء ولا إما كان يستطيعون يتكلموا أمامكم الإمام الحسن أمامكم الإمام الحسين بعد يكفيكم ظاهرة الإمام الحسين إلى أن جاء الإمام السجاد وعنده شوية تهيئت الظروف بماذا الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام اللي بدأ حركته الفكرية والثقافية والبنائية وعند هذا يستطيع مباشرة يدخل على الخط مباشرة كل هذه المتبنيات التي صارت جزءا لا يتجزأ من كيان الدين يستطيع أن يدخل عليها مباشرة لمحوها يستطيع أو لا يستطيع لا يستطيع فمفطر ماذا؟ تدريجيا يتعامل معها يعني يعطي لها مقدارا من الشرعية حتى يستطيع من خلالها أن يدخل إلى واقع المجتمع ومن هنا صدرت منهم يعني من الباقر والصادق وغيرهما من الأئمة كثير من الكلمات كثير من المواقف كثير من الروايات لا لأنها هي الحق بل لأنها لتنسجم ماذا؟ مع الواقع الفكري الذي كان قائم هذا تفصيله إن شاء الله يأتي في غد والحمد لله رب العالمين يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطما يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالما يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطما